مساء الخير خلينا أقول لحضرتك بعد ما يقال بعد ما يقال إحنا دلوقتي في دولة والدولة تعرف القانون في ناس كتيرة جدا بيقولوا لحضرتكم ليه ما تنتظروش تحقيقات النيابة العامة والنتيجة اللي هتحدث فيه هذه التحقيقات لأن في النهاية هناك جهات مستقلة زي النيابة العامة زي القضاء المصري اللي حتى أفرج عن طلاب والتقالين في وقت شاف أنه ما كانت اليوم أي أحداث أو علاقة بأي من الأحداث اللي حصل ليه ما نصقش في مؤسسات الدولة المستقلة زي القضاء والنيابة العامة ونخليها تشوف شغلها لا إنه مؤسسات الدولة لا مستقلة ولا هي بتشوف شغلها مؤسسات الدولة دي بمتواطئة مع بعضها هي جزء من نظام بيحاول يصفي الثورة النظام اللي بيحكمنا النهاردة هو النظام بيحكم باسم الثورة المضاد بيحكمه الجنرال عسكري بواجه عسكري يعني واضح وضوح الجبل يعني قانون التظاهب السياق اللي خرج فيه وتفاصيله بتكشف يعني قد إيه النظام ممكن أسألك سؤال؟ قد إيه النظام واخد يعني اتجاه واضح ناحية تصفيت أي حراك جماهيري ممكن أسألك سؤال؟ هو أنت إيه رأيك؟ هو أنت إيه رأيك في أحداث 30 يونيو أو في صور الثلاثين يونيو؟ أنا شاركت في تنظيم بعض الفعاليات أنا شاركت ويهب الحركة اللي بنتمي لها حركة الاشتراكين الثوريين كانت من منظمين مظاهرات الثلاثين يونيو؟ ما اللي بتكلمني عن الجنرال العسكري؟ من هو الجنرال العسكري في المشاهد؟ يعني نتحدث عن رئيس مؤقت نتحدث عن حكومة الجنرال العسكري اللي في المركز يا فندم هو السيسي الجنرال السيسي اللي بيحكم البلد دي بالحديد والنار طيب الجنرال السيسي ده الجنرال السيسي مش هو اللي نحاج مش أي صلاحيات ورئيس جمهورية ما بيظهرش وحد بيسمع صوته يعني طيب أنا عايزة بس نقشك في حاجة مش انت خركت في 30 يونيو؟ ومش هو الجنرال عبدالفتاح السيسي اللي انحاس لمطالب الناس اللي كانت موجودة في الميدين في 30 يونيو واستجاب لهذه الإرادة الشعبية؟ لا في مغلطة كبيرة في الكلام اللي بيقول بحاجات بالشكل ده اللي حصل اللي كان فيه حراك جماهيري واسع أسقط محمد مرسي وكنا في قلبه في 30 يونيو وفي 1 و2 يوليو وبعد كده خرج الجنرال السيسي في وسط الحشية من حلفاء ويعني وأعلن خريط الطريق بتنقلب تماما على ثورة 25 يناير وبتنقلب على مطالب حتى الجماهير اللي نزلت في 30 يونيو لا أنا عندي مشكلة بنطالب بحكومة ثورية أنا عندي مشكلة دلائج انتخابات رئاسية مبكرة مش بنطالب بحكم عسكري يعني يا حضرتك أنا سمعت التصريحات والتسريبات اللي خرجت مبارح عن الفريق السيسي في مشكلة احنا بيحكمنا سفاح لا يعني خلينا أنا عايز أقولك حاجة أنا عايز أقولك حاجة لا لا أنا عايز أقولك حاجة احنا قررنا ان احنا نفتح لك مساحة انت وزملائك لا لا خلينا بس نتفق على حاجة احنا قررنا ان احنا نفتح لك مساحة انت وزملائك لا لا بس بوضح لك حاجة ان احنا نفتح لك مساحة انت وزملائك للتعبير عن وجهة نظركم دون ان تكون هناك اتهامات يا سيدي لاي حد على فكرة هذا ليس دفاعا عن فرق عب فتاح السيسي فرق عب فتاح السيسي يستطيع ان يدافع بحكمه وموقفه عن اي حاجة هو بيتعرض لها لكن انا بكلمك هنا يعني ما ينفعش وانت واقف مكانك كده اوما انا اقول عليك انك انت سفاح وانك انت قتلت الناس في كلية الهندسة انت عملت كده؟ ما عملتش كده خلينا بس خلينا في مطالب كنتو انا بتدعي حاجة على حد انا بتكلم على حاجات واضحة وضوح الشمس لا بخليني بس واضحة وضوح الشمس بالنسبة لك انت لكن بالنسبة للناس اللي ملتفة حول شخص الفريق السيسي وشايفين ان هذا الرجل الوطني انحاذى لمطالبنا اللي كانت كلنا موجودة فيه ايه ان حركت ادارك تستضيفي حد من الناس الملتفين حوالين الفريق السيسي والتسألية حضرتك لما تسألين انا هعبر عن وجهة نظرك طيب انا بقى خليك انا مسؤول مسؤولية كاملة عن كل الكلام اللي انا بقول دي وجهة نظرك خليني في علاقة انا بكلمك عن مشكلت كنتو قطولات احنا هنعيش في دولة ولا هنعيش في فوضى اه اتفضلي فانت هنعيش في دولة ولا هنعيش في فوضى احنا عايزين نبني دولة اه احنا احنا عايزين نبني دولة بس دولة قايمة على العدل دولة قايمة على الحرية دولة قايمة على العدالة الاجتماعية مش دولة برضو قايمة على القانون يا سيدي وقام مع قوات الجيش طب مش قايمة على القانون برضو القانون القانون مين اللي بيكتبوا يا فندم واحنا عندنا مجلس شعب ومنتخب علشان يبقى فيه خوانين بتعبر عن الشعب ما هو كده احنا هنفهم في حالة من الفوضى احنا وشاركنا في اسخط لا يعني انا عايز اقولك واقع بس صغير انا عايز اقولك واقع صغير مستمرة بقى لها 3 سنين انا عايز اقولك واقع صغير انت نازل من بيتك الصبح فاتخنقت مع واحد جارك هل بقى الحل انه كنتوا الاثنين تفضلوا تقتلوا ببعض ولا الحل انه يبقى فيه تحقيق تتحولوا انتوا الاثنين على النيابة والنيابة تقول انت غلطان ولا هو اللي غلطان دي دولة القانون يا سيدي لكننا كل واحد فينا بقى يعني المثال فاسد احنا محناش جرين ولا متخنقين مع بعض احنا سلطة في ايديها سلاح وبتقمع تحركات سلمية لمواطنين سواء في الجامعة او في الشارع وبتقتل ناس انا بقول لحضرتك احنا كنا من الاطراف اللي مشاركة في اسقاط محمد مرسي احنا كنا من الاطراف الداعية والمنظمة ل30 يونيو شاركنا بكل تقلنا في حمل التمرد وجمعنا توقعات وشايفين انه الحراك الجماهير الشعبي في الشارع هو اللي اسقط محمد مرسي بس الافكار اللي حضرتك بتقولها دلوقتي على الهواء لو في حد بيسمع حضرتك دلوقتي هيتعجب عشان كده انا سألتك علاقتك بصورة 30 يونيو ايه لان اللي اسمعك دلوقتي يا سيدي هيقول انك انت تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ولا تنتمي لطيار الثورة 30 يونيو طيب مرسي حضرتك السبب السبب انه الاعلام والسلطة الموجودة بتصور وكأنه الجاري دلوقتي هو صراع ما بين اه اه الاخوان المسلمين والعسكر في الحقيقة الوضع مختلف عن كده خالص الصراع الموجود دلوقتي في الشارع هو ما بين قوى الثورة وما بين الحكم العسكري في طبع مين قوى الثورة يا فندي اللي احنا شايفينه في المشهد مواجهة بين صصيل الاخوان وما بين الدولة المسلمين انا بنتمي لكيان بنتمي لقوى الثورة اللي هو كيان ايه بقى انا بتكلم باسم الطلاب الاشتراكين الثوريين اشتراكين الثوري طيب اعتقد ان الاعلام اللي انت بتتهمه كان فيه فرصة نهارده انك انت تبقى موجود على الهوى مباشرة واتعبر عن كل وجهات النظر اللي انت عايز ترجمة نانسي قنقر